الشيشة أقل ضرراً من السجائر مقولة أصبحت وهماً وفقاً لدراسة صادرة عن أحدى كليات الطب البريطانية جاء فيها أن تدخين الشيشة يتسبب في الإصابة بداء السكر والسمنة إضافة إلى العديد من الأمراض الخطيرة بحسب الدراسة في أن جلسة واحدة من استنشاق أدخنة الشيشة أسوأ بكثير على الصحة من تدخين علبة كاملة من السجائر نتابع تفاصيل الدراسة في هذا التقرير لم تعد مقولة بأن الشيشة أقل خطراً من تدخين السجائر سوى وهماً بحسب الدراسة الأخيرة التي قامت بها أحدى كليات الطب البريطانية والتي أكدت وجود مخاطر هائلة من تدخين الشيشة فهي بحسب الدراسة لا تغضي على الجهاز التنفسي فقط بل تتسبب في الإصابة بداء السكري والسمنة تصل إلى حد الإصابة بأمراض خطيرة جداً فالدراسة كشفت أن من يدخنون الشيشة هم أكثر عرضة ليصابوا بالنوع الثاني من داء السكري مغارنة بغير المدخنين موضحة بأن جلسة واحدة من استنشاق الشيشة أسوأ بكثير من تدخين علبة كاملة من السجائر حيث أثبتت الدراسة وبشكل قاطع أن كمية الأدخن ذات الرائحة الحلوى التي يستنشقها أي شخص في جلسة واحدة من الشيشة تعادل أضعاف الأضعاف ما يستنشقه المدخن العادي للسكائر الدراسة والتي نشرتها عدد من الصحف البريطانية شملت عينة من 9840 مشاركا يضمنا 6742 شخصا من غير المدخنين إلى جانب 976 ممن دخنوا في وقت سابق فضلا عن 864 من مدخن السكائر سابقا و1067 من مدخن الشيشة سابقا و41 من مدخن الشيشة والسكائر وأتؤكد الدراسة أن ما يقوله البعض من أن تدخن الشيشة قل ضرر من تدخن السكائر لأن الشيشة يمر فيها الدخان عبر الماء الذي قلل من ضررها هو كلام غير صحيح